السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الدرس سوف نتعرف على كيفية انشاء الCollision وتحطيم اي object باستخدام rigid body الموضوع بسيط جدا باستخدام addon وهو cell fracture اولا بداية هنبدأ new file ثم بعد ذلك نذهب مباشرة اولا نقوم بتفعيل addon وهي cell fracture سوف نقوم بتفعيل two objects او object هو plane ثاني object هو الكوب الكوب هنقوم بعمل subdivide few times ولكن سبع مرات او ثمان مرات ثم بعد ذلك نذهب الى نذهب الى سبل فيدمر اخرى نذهب الى F3 search for cell fracture نقوم بتفعيل store limit ثم نضغط على ok بعد ذلك هتم تقسيم ال object مباشرة بعد عدة ثواني يظهر ال object بهذا الشكل ثم نضغط الى M new collection blocks بلوكس الكوب بلوكس سيل كلها نختارها ثم m الى blocks نقوم بتفعيل blocks يبقى أصبح عندنا بلوكس وأصبح عندنا البلين البلين بداية هيكون رجل بضي طبيعي ثم هيكون بسف لأنه مش هتحرك هو اللي هيصطدم بالأوبجكت الأساسي اللي هو الكيوب ثم نذهب طبعا ممكن يتم اختيار أي لوجو يتم تحتهم بهذه الطريقة نذهب إلى اكتف ثم select all objects نذهب إلى object select all objects ثم select all objects ثم copy from active ننتظر على هذه السواني أعتقد أن الفريمز هنقول لأنه ليكون 100 ثم play نشوف إلا يحدث هيتحرك ويتحطم كالتالي يبقى إذاً هذا اللي حصل أنه داك هتحطيم أي object ببساطة شديدة داك 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 نعمل scale البلين ثم داك 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 أتمنى يكون هذا الدرس مفيد ممكن استخدام هذا الدرس في تحطيم أي object كلوجو أو عمل انترو لقناة يوتيوب أتمنى يكون هذا الدرس مفيد ولقاء في درس قادم